أبو إبراهيم بارك الله فيه يسأل يقول عندما أدخل المسجد وأرى الإمام راكعا هل لي أن أركع عند الباب مثلا يعني خلف الصف ثم أدخل الصف أم لا أبو إبراهيم بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بين العلماء هل المصلي المسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع هل يركع دون الصف ثم يدب إلى الصف ويدخل فيه أم أنه يمشي إلى الصف مشيا و إذا وقف في الصف كبر قولا القول الأول قالوا بأنه لا يركع دون الصف و ذلك لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف و في لفظ لمنفرد خلف الصف النبي عليه الصلاة و السلام لما رأى منفردا يصلي خلف الصف أمره بالإعادة قالوا و هذه صورة من صورة الانفراد حيث أنه افتتح الصلاة منفردا القول الثاني قالوا بأن هذا سنة و يستدل لذلك بما فعله أبو بكرة رضي الله عنه حينما دخل المسجد و النبي صلى الله عليه و آله و سلم راكع فركع دون الصف ثم دخل إلى الصف و هذا مذهب أزوير و مذهب جمع من السلف الصالح ذهبوا إلى أن هذا سنة قالوا لأن النبي عليه الصلاة و السلام لم يبطل صلاته و إنما قال له زادك الله حرصا و لا تعد و لا تعد يعني لمثل هذا لا تعد و تضبط و لا تعدو من العدو يعني حينما دب إلى الصف عموما الذي يظهر لي و الله تعالى أعلم أن المصلي إذا دخل المسجد و الإمام راكع فإنه لا يركع دون الصف لا يركع دون الصف و إنما يستعجل في المشي ليدرك الركوع و إن غلب على ظني أنه لا يدرك الركوع يأتي بطمأنينة و بسكينة و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و عليه و سلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و الوقار فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا هذا الذي يظهر لكننا لا نستطيع أن نبطل صلاة من ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف للنص الصحيح الصريح في هذه المسألة و لكون المسألة خلافية اشتركوا في القناة